الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتضرع إليه ونشكره ونكره ونخلع من يكفره سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت يا مولانا على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أحباب النبي صلى الله عليه وسلم طابت أوقاتكم بكل خير وكل عام وأنتم بخير حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع قول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة الإسراء نعيش هذه اللحظات المباركات فقد تحدث ربنا جل في علاه عن هذه الرحلة العظيمة رحلة الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهذه معجزة خالدة خلدها الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة ولكن عندما ننظر إليها نجد أن فيها الكثير والكثير من الدروس والعبر وهذا هو شأن المسلم الذي يجد من أوقاته ما يستفيد منه فعندما تمر بنا هذه الذكرى لابد أن نقف عندها لماذا كانت؟ كانت هذه الحادثة أو هذه الرحلة أحباب النبي صلى الله عليه وسلم تسرية وتسلية وإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم ففي وقت اشتدت به الأزمات واشتدت به القربات بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الفرج من السماء تأتيه هذه المعجزة من السماء وهذا هو شأن المسلم إذا ما ضاقت به الأحوال عليه ألا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى فمن المحن تولد المنح فالإنسان أحباب سيدنا رسول الله لا يعيش في حالة من اليأس ولابد أن تعلم إذا ما مر بك عسر فهذا العسر لابد وأن يعقبه يسر من الله هذا شأن الله ليس عليك أنت إلا أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء لا تقنط لا تيأس فإنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الله وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني إلى الناس إلى غير ما نعرف أحباب سيدنا رسول الله فكانت أبواب السماء وكأن الله تبارك وتعالى أراد له أقبل إلي يا محمد إن كان أهل الأرض قد جفوك فأهل السماء قد استقبلوك إن كان أهل الطائف قد أدموك فأهل السماء قد حيوك يا محمد أخي المسلم في هذه الرحلة لا بد أن نتعلم معنى العبودية وأن العبودية لله تبارك وتعالى شرف ومكانة لا يدانيها شرف ولا مكانة لما نزل سيدنا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بحضرته نزل إليه ملك فقال سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن هذا الملك ما نزل من السماء منذ خلق إلا هذه الساعة نزل خصيصا ونزل خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أملكا نبيا يجعلك إن ربك يقول لك أملكا نبيا يجعلك أم عبد الرسول فاختار النبي صلى الله عليه وسلم العبودية نعم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا فأنت عندما تعيش عبدا لله تبارك وتعالى فهذا شرف لك أخي المسلم في هذه الرحلة الكثير من الدروس والعبر ولكن في وقت تشتد به القربات أو تشتد بك العسرات لابد أن تلجأ إلى رب الأرض ورب السماوات نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته